جددت ألمانيا التأكيد على موقفها المتعلق بقضية الصحراء المغربية الذي يعتبر مخطط الحكم الذاتي المقدم سنة 2007 مجهودا جدا وذام صداقية من لدن المغرب وأساسا جيدا لحل مقبول من الطرفين كما تم التعبير عن ذلك في الإعلان المشترك الصادر في 25 من غشت عام 2022 عقب لقاء لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغارب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزيرة الخارجية الاتحادية أنالينا بيربوك أوضح بلاهن لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغارب المقيمين بالخارج أن هذا الموقف تم تجديد التأكيد عليه بمناسبة عقاد الدورة الخمسين المفاوضات الحكومية حول التعاون المغربي الألماني التي انعقدت بالرباط يومي 7 و 8 دجمبر وذكر المصدر بتأكيد الجانب الألماني في أعلان غوشتة 2022 على الطابع الحصري للأمم المتحدة في المسلسل السياسي